السلام عليكم ورحمة الله بعد الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وصفات أم الغالية نتمنى دائما تكونوا بخير وانتم تشاهدوا فيديو اليوم اليوم إن شاء الله رح نشارك معكم وصفة الكيك الإسفنجي من أرواع ما يكون وصفة ممتازة جدا مع شوة بكريمة ولا أرواع وسهل جدا فالتحضير وصفة نجحة من أول تجربة وقبلنا نبدأ في الوصفة التانية ما تنسوش تزوروا قناة أختي نور رح تقتل عليكم اليوم إن شاء الله حلوة بحلوة الترك والكوكو ذوقها ولا أرواع بمقادير جد مضبوطة رح نخلي لكم رابط الفيديو في أول تعليق مثبت وأسفل في صندوق الوصف وعلى بركة الله نبدأ في الوصفة التانية إذن نحتاج 115 جرام لامارغارين طارية بحرارة المطبخ نحتاج 2 حبات بيض 10 ملاعق كبار سكر عادي نصف كاس حليب دافي كاس وربع كاس فارينة أو الطاحين وكيس خامرة الحلوة ميه عادي 10 جرام ورشة ملح وملعقة صغيرة فانيليا نبدأ في طريقة التحضير في الويعاء رح نحط لامارغارين والسكر ونخلطه ملح نبدأ نزيد البيض بالدفوعات يعني رح نزيده تدريجيا هكذا بهذه الطريقة رح نزيد رشة ملح والفانيليا ونكمن نخلط هنا رح نجيب الكاس نتاع الفارينة رح نحط له كيس خامرة الحلوة ما يوعد 10 جرام نبدأ نزيد الفارينة والحليب بالدفوعات يعني رح نحط شوية تاع الفارينة وشوية تاع الحليب وشوية تاع الفارينة وشوية تاع الحليب حتى نكمل كامل الكمية نتاع الفارينة والحليب هكذا بهذه الطريقة كما رحكم تشوفوا ننصح فقط المبتدئات اللي روم يتبعوا فيها يتقيدوا بالمقادير ويتبعوا الخطوة جيدا باش يتحصلوا على نتيجة ولا أربع هكذا كما رحكم تشوفوا وفي كل مرة نزيد الحليب والفارينة حتى كملت كامل الكمية وتحصلنا على هذا القوام إذن هذا هو المول اللي رح نطيب فيه القطر التاع 21 ندهنتوا بالزبدة ورشيتوا بالفارينة ونحطوا ورق الطاهي في الوسط بالنسبة لورق الطاهي دائما ننصحكم تستعملوا نوعية ممتازة بالنسبة ليا نستعمل دائما وفا ولا بيرلا رح نوزع الخالط انتعنا إذن في هذا اللحظات الفور انتعره وسخون سخنتوا مسبقا الكيك انتعنا رح نطيبه في 160 درجة ومت الطاهي 15 دقيقة هاوليكم الكيك انتعنا من بعد ما طاب ما شاء الله نبدأ نحي ورق الطاهي هكذا كيما رحكم تشوفوا الكيك انتعنا اسفنجي ما شاء الله إذن كيك انتعنا رح نقسموه إلى نصفين ممكن تقسموه بالموس ولا بالخيط بالنسبة ليا رح نكمن نقسموه بالخيط هذو القطوة تعلمتها من قناة اختي وصفات نور لي ما زال ما اشتركش في قناة وصفات نور رح نخلي لكم رابط قناتها في أول تعليق مثبت وأسفل في صندوق الوصف خاصة اللي يحبو تعلموا طورتات وباتيسري وصفتها ما شاء الله وصفت نجحة جدا إذن كيك انتعنا رح نحطها على جنب ونخليها حتى تبرد وفي هذا اللحظات نبدأ نوجد الحشوان تعنا اللي رح نحشي بها الكيك انتعنا والحشوان تعنا عبارة عن كريمة الزبدة بذوق الشوكولة نحتاج 150 جرام لامارغارين طارية بحرارة المطبخ و150 جرام شوكولة بيضة ذيبة وبردة وملعقة كبيرة فانيليا رح نخلط مليح لامارغارين حتى نتحصلوا لقوام كريمي ونزيد الشوكولة ذيباء وبردة وملعقة كبيرة فانيليا ونكمن نخلط مليح حتى نتحصلوا لقوام كريمة هاي لكم الكريمة نتعنا راهي وجدة كما رحكم تشوفوا لونها بيضة بزة في شباب وفي الاخر كامل رح نزيدون وجدون قرناشو شوكولة نحتاج 100 جرام شوكولة بذوق الحليب 3 ملاعق كبار تالح ليب ونحتاجوا علبة كريم ديسير رح نستعمل دانت بذوق شوكولة رح نذوب شوكولة في حمام مائي هنا كما رحكم تشوفوا من بعد ما ذوبتها رح نزيد لها الحليب وعلبة كريم ديسير كما قلت لكم استعملت علبة دانت بذوق شوكولة رح نخلط مليح حتى يتخلطوا المكونات كلهم مع بعضهم هنا كما رحكم تشوفوا كريمة الزبدة حتتها في كيس حلواني ونبدأ نوزحها بهذا الطريقة كمه لاحظة مهمة جدا ممكن تعوضوا هذه الكريمة بكريمة جنتي أو بكريمة الحلواني كما تحبوا بالنسبة لي رح ندير كريمة الزبدة بذوق شوكولة ذوقها رائح جدا وحضرتها معكم شحال من مرة وممكن جدا تعوضوا شوكولة البيضاء بالشوكولة البنية كما تحبوا نكمل نوزح الكريمة الزبدة بهذا الطريقة رح نحط الطبقة الثانية تعلي كيك هكذا ونبدأ نوزح جناشو شوكولة رح نوزعه عشوائيا بهذا الطريقة وممكن جدا تستغنوا على جناشو شوكولة مباشرة ترشو الكيك بالسكر الناعم وممكن أيضا دانوه بالعسل وترشو عليه رقائق اللوز يبقى تزين دائما اختياري كما تحبوا وفي الآخر كامل رح نزيد نزين بالفارولة كما قلت لكم يبقى تزين الاختياري على حسب الذوق ممكن تعوضوا الفارولة بالموز أو بالمكسارات نكمل نزين الكيكا نتعنا ونشوفها فيما بعد في صحن تقديم إن شاء الله وفي الأخير هذا هو الشكل النهائي للكيكا الإسفنجية اللي حضرتها معكم اليوم كما رحكم تشوفو جد ما شاء الله قوامها إسفنجي جدا جي بزف بنينة كما تشتو حضرناها بطريقة سهلة وبسيطة يعني أي مبتدئات قدرت تحضرها بكل سهولة خاصة إذا تبعتوا الخطوات جيدا وتقيدتوا بالمقادر هنا قسمت لكم من أجل مصداقية الوصفة كما عودكم دائما نتمنى إن شاء الله لوصفة عنها اليوم نالإعجابكم وتجربوها وتحبوها وتفرحوا بها عائلتكم وولدتكم أكيد إذا جبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبرتاجوا مع لزامتكم للاستفادة واللي ما زال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم إن شاء الله كل جديد واذكروا الله كثيرا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام نطلعوا في الوحتيكم في أمان الله